يعني تصور أنا أريد أن أخاطب الملحدين الذين يدعون أن النبي هو الذي اخترع الإسلام فقط بمعجزة الأذان هذا الأذان من أين جاء به النبي طبعا هو وحي من الله سبحانه وتعالى الأذان فيه إعجاز عددي يتناسب مع معنى الكلمات الموجودة في هذا المص الرائع إعجاز عددي في الأذان نحن نؤذن أو المؤذن يؤذن في اليوم خمس مرات صح؟ صحيح ونقيم الصلوات خمس صلوات خمس صلوات نعم والصلاة طبعا فرضت ليلة الإسراء والمعراج نعم لعظمها نعم في سورة الإسراء سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا دعني أتأمل معك فقط بعض هذه العجائب جزء يعني من هذه العجائب لندرك عظمة هذا الأذان ولماذا يكره هؤلاء الملحدون يكرهون كلام الله وهذا الأذان دعني أتأمل معك هذا النص الإلهي الرائع جميل لكلمات الأذان وعلاقته بأشهر السنة لأنه لا ينقطع على مدار السنة في كل مكان نعم سبحانه الله حسب في كل القرى الأذان مستمر نعم مستمر سبحانه الله هذا الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لدي هنا 12 مقطعا بعدد أشهر السنة صحيح فهو لا ينقطع أبدا الدهر وآخر عبارة هي لا إله إلا الله التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من بعد لا إله إلا الله ختم بـ 12 حرفا لا إله إلا الله تتألف من 12 حرفا جميل جميل ومحمد رسول الله تتألف من 12 حرفا شتوازن رائع ده ما شاء الله وكلمة شهر ذكرت في القرآن منفردة 12 مرة أيضا بعدد أشهر السنة هذا التناغم سبحان الله إذن أنا لدي أولا بناء هندسي يتعلق بأشهر السنة ولكن هذا البناء لابد أن يتعلق بعدد الركعات والصلوات وصحيح ومضاعفة الأجر لنرى اللوحة التالية لنكتشف هذه العجائب سبحان الله وهذه الغرائب التي يعني الأذان يتألف من خمسين كلمة جميل الأذان يرفع كم مرة خمس مرات والحسنة بكم بعشر أمثالها في القرآن إذن خمسة مضروف في عشرة يساوي خمسين فهو خمسين كلمة النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطبه الله سبحانه وتعالى قال له هي خمس وهي خمسون خمس صلوات وخمسون ولكن في الأجر خمسون لذلك جاء هذا الأذان مضاعفا عشر أضعاف أوقات الصلاة خمسين كلمة ليقول لك إن الحسنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها نتابع اللوحة التي بعدها فقط لنكتشف ماذا يمكن أن نرى نعم نحن نعلم أن عدد الركاعات المفروضة سبعة عشر ركعا في اليوم والليلة نعم وعدد الحروف المستخدمة في بناء الأذان بناء كلمات الأذان هي سبعة عشر حرفا من حروف اللغة فقط استخدمت في الأذان سبحان الله العليل وهي الألف اللام الها الكاف الباء الراء الشين الدال النون الميم الحاء السين الواو الياء العين الصاد الله تعالى لم يستخدم كل حروف اللغة العربية استخدم عددا من حروف اللغة يساوي عدد الركاعات المفروضة ليركب منه هذا الأذان الذي هو نداء للصلاة بعد هذا الكلام يا دكتور نقف متعجبين منبهرين لا يمكن هذا النظم حروفا وكلمات والأذان ليس صورة من صورة القرآن الأذان هو ما راضه الله تبارك وتعالى نداء للمسلم حتى يرى على الصلاة إذن نحن رأينا أن الله تعالى عندما بنى هذا الأذان بناه بطريقة هندسية تتناسب مع الهدف منه جميل ومع معاني كلماته جميل هذا الأذان يجب أن يرفع على مدار السنة إثنى عشر شهرا فجاءت مقاطع الأذان عددها 12 سبحان الله سبحان الله هذا الأذان يجب أن تؤدي بسببه خمس صلوات والصلاة بعشر أمثالها إذن عشرة في خمسة بخمسين فجاء خمسين كلمة لا سماع الأذان أنت تصل الصبح ركعتين الفجر نعم وأربعة الظهر الظهر وأربعة العصر عشرة والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة المجموعة 17 ركعة هذا الأذان الله سبحانه وتعالى اختار من حروف اللغة العربية 17 حرفا ليبني هذا الكلام الرائع حروف اللغة 28 حرفا والأذان فرض ليلة الإسراء والمعراج ورقم سورة الإسراء في القرآن 17 عجيب يا دكتور تناغم بين الأذان وبين القرآن الله أكبر أكثر كلمة تكررت في القرآن هي اسم الله وأكثر كلمة تكررت في الأذان هي اسم الله تحب أن نرى لغة الأرقام لكي يستيقن معنا مشاهد الكريم إذا علمنا بأن عدد أشهر السنة 12 وأن هذا الأذان يرفع على مدار السنة فإن عدد المقاطع هو 12 وختم هذا الأذان هذه المقاطع الـ 12 ختمت بعبارة هي خير ما قاله النبيون لا إله إلا الله تتألف من 12 حرفا تناغم نعم لأنتقل بك إلى اللوحة التالية لنرى كيف رتب الله هذه الكلمات وكيف رتب هذه الحروف وكيف أحكم بناءها انظر الأذان يبدأ باسم الله وينتهي باسم الله هذا يدل على أن الله هو صاحب هذا الأذان تقول الله أكبر أول شيء أول شيء الله آخر شيء لا إله إلا الله تبدأ بأله وتنتهي الله سبحانه وتعالى لذلك يعني دعني أتابع معك وأتأمل هذه الروائع فعلا يعني الإنسان الذي له عقل ينبغي أن يتأمل أكثر كلمة تكررت في الأذان هي اسم الله أحد عشر مرة انظر واحد وواحد العدد أحد عشر هو العدد الوحيد الأولي الذي يتألف من واحد لواحد واحد وواحد عدد لا يقبل قسمة إلا على نفسه وعلى واحد الله أكبر وأكثر كلمة تكررت في القرآن هي اسم الله تكررت 2699 مرة وهو أيضا عدد أول لا يقبل قسمة إلا على نفسه وعلى واحد ألا يدل على أن صاحب هذا الكلام هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى أنا وجل في أولاه إذن هذا التناغم وهذا التوافق والتطابق بين القرآن وبين الأذان يدلك على أن المصدر واحد أنتقل بك إلى مزيد من العجائب لكي نرى وهذا القليل هذا القليل مما سنعرضه نعم لو قمنا بعد حروف الله تعالى في الأذان الألف اللام ألهاء سوف نجد 112 حرفا عدد حروف الله يعني الألف كم مرة واللام والهاء هذه حروف الله تعالى الحروف الأبجدية لإسم الله لإسم الله ثلاثة أحروف عددها 112 نفس رقم سورة الإخلاص قل هو الله أحد وآخر سورة ذكر فيها اسم الله في القرآن هي قل هو الله أحد يعني أول مرة ذكر اسم الله في سورة الفاتحة نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وآخر مرة في سورة قل هو الله أحد عدد السورة 112 نفس عدد حروف اسم الله في الأذان تناغم يعني تناغم سبحان الله نعم دعني أنتقل بك إلى القرآن الكريم نحن نعلم أن الإنسان أو المؤمن يركع لله سبعة سبعة عشرة مرة نعم في اليوم والليلة عدد الركعات المفروضة نعم سبعة عشر ركع فيها ركوع وسجودين سجودين نعم إذن كم مرة تركع لله في اليوم سبعة عشر سبعة عشر وتسجد أبعة وثلاثين هذه حقيقة دينية معروفة يطبقها نعم طيب في القرآن الكريم وردت كلمة اركعوا كثيرا وأسجدوا كثيرا ولكن اركعوا وسجدوا مرة واحدة فقط في أواخر سورة الحج يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون إذن الآية الوحيدة التي جمع فيها بين الركوع والسجود اركعوا وسجدوا بهذه الصيغة طبعا هناك صياغة أخرى في القرآن ولكن كأمر للمؤمنين اركعوا وسجدوا وردت في هذا الموضع طيب أنا لو أرد كمهندس أن أضع هذه الآية في موضع يتعلق بعدد الركعات وعدد السجدات ماذا أفعل؟ يجب أن أختار موقع مناسب نعم أين وضع الله هذه الآية؟ وضعها في الجزء 17 الحزب 34 ترتيب ترتيب إلهي أقم الصلاة تكررت في القرآن نحن كم مرة نقيم الصلاة؟ في اليوم والليل خمس مرات ها خمس مرات الأمر الإلهي أقم الصلاة ذكر في القرآن خمس مرات بالضبط فقط بعدد السلوات الخمس أقيموا الصلاة 12 مرة بعدد أشهر السنة أقيموا بالجمع لأن الأذان يقام في كل الكرة الأرضية خمس زائد 12 يساوي 17 هو عدد الركعات المفروضة إذن أنت هنا لست أمام كتاب عادي ولا كتاب معجز هو ما فوق الإعجاز هو ما فوق الإعجاز من يعترض على كلمة إعجاز نقول له إن هذا القرآن لو كان هناك كلمة ما فوق الإعجاز استخدمناها ولكن هذه حدود اللغة بزاك الله على هذا الفتح وكل خير بارك الله بطرنا الغالي ترجمة نانسي قنقر